حطتنا على الأخير راح تكون عن الكتابة والقراءة وأهميتها كعادة وسلوك بتنمية القدرات التفكيرية والتحفيزية على الإبداع وضرورة بالنسبة للطلبة خصوصاً بالفترة السلسلية كيف ممكن نحفز القدرة على التواصل مع العملية التحديدية كيد القراءة والكتاب واقع وصناعة نشر في سوريا بين الاستمرارية والتحديات هذا موضوع حديثنا لليوم مع رئيس الاتحاد النشرين السوريين هيسم الحافظ إسعد صباحك أستاذ هيسم أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا صباحكم معطر بخليني نقول الامتحانات ومعطر بعطر دمشق والازدحام اليوم الشديد ومعطر أيضاً بهذه الروح الإيجابية يلي موجودة عنكم وموجودة كمان عند النشرين من خلال كلمة إلتية من أجل الاستمرارية وسنستمر بإذن نصبع أكيد أستاذة يعني خلينا نبدأ بكيف ممكن الطلبة يكونوا هي العلاقة مع الكتاب يرجعوا يعني نحن بنعرف أنه كان في وقت طويل في فترة الأعدة بالبيت والعزل المنزلي كثير في ناس لجأت للقراءة لكن كيف ممكن يختاروا الشيء المناسب إلهم لأعمارهم وحتى يكونوا هي العلاقة الجميلة مع الكتاب الورق يعني نحن دائماً عم نشوف وسائل التواصل هي الموجودة كيف نرجع هاي القصة؟ هلأ أول شيء بدنا نحفز اليوم طلابنا اليوم وزارة التربية عندها اليوم يعتبر يوم كتير مهم على صعيد طلاب الثانوية اليوم عندهم فحص الرياضيات وجغرافيا للفرع الأدبي فنحن اليوم بدنا نأخذ على أيديه ونقول لهم أنه أنتوا جي للمستقبل القادم أنتوا اليوم عم تخوضوا غمار امتحان كبير إلى دخول إلى عالم الأعمال وإلى عامل عالم العلم والتربية والتعليم ومن خلال هذا الكلام بدي أسقط إسقاط أنه نحن اليوم كناشرين أو كقطاع يعمل في مجال الثقافة والتربية والتعليم نحن اليوم كلنا خليني أقول في ورشة عمل عم نحاول نقدم لهذا المجتمع تطوير وتنمية للقراءة من خلال إظهار عادات جديدة للطلبة وعادات خلينا نقول فيها نوع من أنواع التحفيز لإعادة التواصل على نحو القراءة أنا دائما أقول القراءة لم تنقطع لمجتمعنا لكن نحن بصراحة بحاجة لإعادة هذا التواصل بحاجة لإعادة اللحمة بين الجمهور اللي هو القارئ وبين صناع الكتاب اللي هن كانوا ناشرين وإن كانوا كتاب وإن كانوا مثقفين لا الكتاب والمثقفين والناشرين عليهم خليني أقول واجبات يقدموها اليوم للقراءة عليهم أن يقدموا كتاب جيد عليهم أن يقدموا كتاب ممتع عليهم أن يقدموا كتاب جذاب وأيضا بالنسبة للقراءة عليهم حقيقة أن يعو أن القراءة هي البوابة الدخول للمستقبل طبعا اليوم بالذات أنا عم بقصد وركز على موضوع الطلبة اللي هن قدموا اليوم امتحانات أو عم يقدموا أو عم يحضروا الامتحانات قادمة العلم من خلال الامتحان أو العلم من أجل الامتحان هو علم مرحلي لكن نحن اليوم الثقافة هي الثقافة الجامعية اللي مثلا بدي يقول اليوم الطبيب بحاجة ليقرأ رواية والروائي بحاجة إلى أن يقرأ كتاب علمي اليوم نحن عندما ننشد أن نقدم مجتمع مثقف يجب علينا كناشرين أو خليني أقول صناع للثقافة أن نعمل على صناعة كتاب خليني أسميه كمقبول من الجميع كتاب يلامس حاجات المجتمع وبتصور نحن بدأنا بهذا الكلام واللي أنا شايفه رغم الأزمة كورونا اللي أنا كتير كنت خايف أنه أزمة كورونا تأثر على صناعة النشر في سوريا رغم التأثير المباشر والتأثير المالي والمادي على هذه الصناعة لكن استطاع خليني أقول عدد كبير من النشرين الصمود في وجه هذه الأزمة الحقيقية يلي ممكن أن تؤدي إلى كانت إلى أضعاف في هذه الصناعة لكن عدد كبير من النشرين بهمة الكتاب والرسامين والناشرين والمصدقفين إلى البقاء في الأسواق وإلى اختراع أو ابتكار عروض وبعض خليني أقول الأفكار الجديدة يلي جعلت المجتمع بخلال أزمة كورونا مثل ما قلتي يقبل على القراءة وتكون القراءة إحدى الروافد الأساسية للمجتمعنا نعم إذا بدأ نحكي إستاذة عن القراءة كسلوك وهو سلوك يهذب النفس خلينا نقول وهو أيضا خلينا نقول مرتبة الطالب اللي ما بيقرأ خلينا نروح فصل الصيف بيجي للشتوية وبدو يدرس ويقدم امتحات قديش خلينا نقوم تمرين لأله إذا هو بيمارس القراءة بفصل الصيف وبيقتني الكتب اللي هو بيحبه يعني بغض النظر هو مفروض عليه مثل منهاج ومفروض عليه ولكن هو بالصيف عنده الحرية المطلقة في القراءة ومنه بيدرب نفسه ومنه ما بيمل وقت يجي للدروس أو يقدم امتحات أنا بس أسمحي لي حط بين قصين هذا السلوك اللي هو الطالب بيقرأ من أجل التعليم أو من أجل تقديم الامتحان نعم هذا هذا السلوك اللي موجود في بلدنا هو مو بس عنا هو موجود في كل المجتمعات إن كانت العربية وإن كانت حتى الغربية يعني هذا السلوك هو سلوك خليني أقول بكل العالم لذلك على فقرة عم نحاول إن كان بسوريا نحنا أو بكثير من الدول إنه أول شي خليني أقول تغير من طريقة المنهاج أو ابتكار منهاج مقبول للطالبة وبتصور مشكورة وزارة التربية نجحت بشكل خليني أقول مبدعي في تعديل هذا المناهج المناهج اللي كانت خليني سميها المناهج الكلاسيكية استطاعت أن تقدم مناهج خليني أقول تواكب العصر مناهج تعطي للطالب خليني أقول مجال للبحث مجال للتوسع في الازدياد المعرفي من خلال بعض المراجع اللي مثلا طلبها المنهاج هذا الكلام هذا السلوك هذا الواقع الحقيقي اللي جابته وزارة التربية جعل من عديد من الطلبة اليوم أن تكون عملية الدراسة أو عملية التعليم ليست هي عملية مرتبطة بواحد زائد واحد يساوي اثنين يعني مو فقط أننا اليوم عملية التعليم المقصود في أن حفظ وتقديم امتحان لا صار عنا حقيقة الطالب السوري أنت شوفي مثلا طلاب المادة العلمية اللي هي مثلا الفرع العلمي صار عم يدور على مادة الفيزياء مو بس ليقدم امتحان صار عم يدور على مادة الفيزياء اللي يصير في عنده إبداع وصار في عنا بالذات مثلا إليك على الفرع الأدبي اللي نحنا مثلا منلامسهم أكتر بيجوز بيظهر معنا بشكل أوسع واقعون أنه صار بده يصير طالب يكتب رواية صار بطالب يكتب قصة هذا السلوك على فكرة جعل مجتمع شبابي متغير مجتمع شبابي قائد مجتمع شبابي على فكرة متطور شوفي اليوم السنة أولى وتانية وتالتة إن كان بالآداب وإن كان بكلية التربية أو إن كان أيضا بكلية الفيزياء أو الكيميا أو الهندسات أو حتى الطب شوفي اليوم شلون الطلبة عما تقبل على العلم اليوم أنا بتصور نحنا فيني أقول إنه بدأنا نلغي فكرة الدراسة أو القراءة من أجل الدراسة والتحصيل العلمي صار عنا هذا الشعور نحن طبعا نتمنى يصير في مبادرات وزارة التربية مشكورة في عندها مبادرات وخلينا نأكد وزارة التربية هي ليست وزارة تعليم اسمها وزارة التربية وزارة التربية الأخلاقية وزارة التربية العقلية وزارة التربية العلمية وزارة التربية الأدبية إذن نقول تربية مو التعليم هاجسة تربية المجتمع هو الهاجس الأساسي اللي هي عما تنشد إليه اليوم أنا بتصور صار لازم نطلب بمبادرات مبادرات إيجابية إن كان من وزارة التربية إن كانت وزارة التعليم الآن اللي هي مثلاً عم تنتظر دخول الطلبة إليها اللي هي هنا بعد الشهادة السنوية إن كان وزارة الثقافة إن كانت وزارة الإعلام إن كان حتى وزارة التجارة نحن اليوم بصراحة بحاجة إلى مبادرات حكومية لتنمي هذه العادة اللي هي عادة القراءة نحن بحاجة لأن نسمع عن مبادرات قامت بها وزارة الصناعة مثلاً لتنمية قدرات أو قطاع القراءة في قطاعها نحن اليوم بحاجة لتنمية أو لمبادرة من وزارة الصحة لأن ننمي عادة القراءة ونحن بحاجة لمبادرة حقيقية إن كان من اتحاد الناشرين نحن إن كان من اتحاد الكتاب إن كان كل من يعمل في مجال الصناعة الثقافة وصناعة الكتاب بحاجة نحن لنمي روح القراءة وروح الحب المسؤولية وحب الاطلاع في هذا المجتمع نحن كل ياتنا اليوم بحاجة حقيقة إلى واقع علمي ومعرفي جديد رغم الأزمات الأزمات الاقتصادية الأزمات الصحية إزمة الكورونا اليوم لكن حقيقة ويكون في عنا روح المسؤولية وروح مسؤولية للمبادرة في تنمية المجتمع كل ياتنا حنكون إلنا الصباق وإلنا الريادة في هذا خليني أقول الأمر الإيجابي يلي بلامس خليني سميها طلب وأحتياجات كل المجتمع أكيد أستاذ يعني نحن أكيد كنا متمنى نحكي معك أكتر باستفاصيل معينة بس للأسف خلص وقت برنامجنا شكراً لوجودك معنا وعلى هذا التحفيز والكلام الإجابي للطلبة يعني بتخيل فعلاً كل اللي مقبلين حابين يكونوا شيء بالمجتمع وخاصة بهذه الحياة والظروف الصعبة اللي عم نمر فيها حابين يعملوا بصنة معينة فشكراً لوجودك معنا وعلى هذا التحفيز العلاقة لتكون فعلاً علاقة قوية بالعملية التعليمية أنا بشكريك وبشكر هذا الحضور بدي بس أعطي ولو نص دقيقة نحن في عنا مبادرة جديدة أطلقتها بعض الدور النشر واللي هو أنا بحاجة كتابك اليوم بدي ناشد الطلبة يلي عم يخلصوا امتحاناتهم يرتبوا أمور كتبهم ويتبرعوا فيها للطلاب القادمين وما تكون الكتب اللي خلصت منها إلا هي منارة وطريق سارك للطالب القادم وأنا بشكركم وبنقول للطلاب بالنجاح والتوفيق شكراً لألك أستاذ هايسام وأكيد موفقين بكل مشاريعكم أكيد بما يهدف لتطوير والارتقاء بالمسيرة العلمية لما توقفت بسوريا شكراً لألك